المسايا من الميادين وفي عنوين ملفاتها لهذه الليلة الكويت شيعت شهداء الهجوم الإرهابي السلطات تبحث عن مساعدين الانتحار وإصرار شعبي على الوحدة ونبذ الفتنة مخاطر الهجمات الإرهابية في تونس تهدد الاقتصاد والدولة ودول أوروبية تعلن استعدادها لمواجهة تهديدات جدية الجيش السوري ينجح في صد هجوم درعة مئات القتل من المهاجمين وإفشال لخطة غرفة عمليات عمان أهلا بكم فشل التفجير الإرهابي في الكويت في تحقيق أهدفه ولم يتمكن من إحداث فتنة أرادها داعش بين مكونات المجتمع واتفعت دعوة المطالبة بالحفاظ على الوحدة ونبذ الفتنة فالكويت شيعت اليوم شهداء تفجير مسجد الإمام الصادق وبدأ تقبل التعازي في المسجد الكبير ووقف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى جانب أهالي الشهداء يستقبل المعزين ويطلق التعازي تجحت الكويت في امتحان الوحدة وانطلقت في مواجهة الإرهابيين وكشف مساعد الانتحاري فهل يتمكن الأمن الكويتي من تحقيق أهدفه؟ هذا النوضوع سيكون محور ملفنا الأول في المسائية إضافة إلى التدعيات الخطيرة للهجوم الإرهابي في تونس الذي ضرب العمود الفقري للاقتصاد في البلاد واستهدف قيام الدولة إرهاب أعلنت دول أوروبية عدة المواجهة الجدية لتهديداته بينما نناقش في الملف الثاني نجاح الجيش السوري في صد هجوم المجموعات المسلحة على درعة وإفشال مخططات غرفة عمليات عمان في السيطرة على المدينة لكن قبل الدخول في التفاصيل نتوقف مع مجز لأهم الأنباب أهلا بكم مشاهدين هدد القيادي البحريني في تنظيم داعش تركي البنعالي باستهدف المملكة بتفجير يوم الجمعة المقبل التهديد جاء عبر تغريدات على تويتر يذكر أن البنعالي مجرد من الجنسية البحرينية هو وأثنان من أشقائه ويعتقد بأنه يقاتل في سوريا أكد رئيس السوري بشار الأسد أن الهجمات الإرهابية التي شهدتها العديد من الدول تثبت أن الإرهاب بات يمثل مشكلة عالمية لأن جوهره أد آيدلوجي متطرف لا يعرف وطنا ولا حدودا الأسد وخلال استقباله وفدا من جنوب أفريقيا في دمشق لفتا إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود جميع الدول لمحاربته أعلن المرصد السوري المعارض أن وحدات حماية الشعب الكردي استعدت السيطرة على مدينة عين العرب شمال سوريا وحدات الحماية فجرت مبنى يتحصن فيه عناصر من داعش في المدينة إلا ذلك ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها داعش في عين العرب إلى مائتين وستة شهداء إلى فيينا حيث التقى وزيراء الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ضريف لبحث النقاط العالقة في المفاوضات النووية كيري قال أن عملا كبيرا يجري وهو صعب بهدف التوصل للاتفاق فيما قال ضريف أن تقدم يتطلب عملا جديا على العديد من القضايا وانتظار النتيجة استشهد ثلاثة أشخاص في غارات الاتحالف السعودي على الحديدة غرب اليمن فيما أصيب ستة أشخاص بقصف بالصواريخ على حياء المنصورة والتقنية بعدن القصف طال ميناء الزيت في مدينة لبريقة مع تواصل الغارات السعودية على مناطق التواهي والصولبان والعريش ودار سعد ومزارع جعولة وبئر فضل نهاية الموجز وعودة لمتابعة المسائية تقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح التعازي في المسجد الكبير بالعاصمة الكويت بشهداء التفجير الانتحاري لمسجد الإمام الصادق الكويتيون شيعوا شهداء التفجير بمشاركة رسمية إلى هذا أعلنت وزارة الداخلية العثور على السيارة التي أقلت الإرهابية إلى المسجد وإلقاء القبض على ملكها فيما لا يزال البحث جاريا عن السائق الذي فر بها اجتمع رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد برؤساء وأمناء 21 حزبا لإطلاعهم على القرارات الأخيرة المتخذة عقب عملية سوسا الإرهابية قادة هذه الأحزاب التونسية رفضوا الإدلاء بأي تصريح إعلامي في وقت أشارت مصادر مطلع إلان الحكومة التونسية تتدارس إمكانية فرض حالة الطوارئ القصوى بالبلاد مراد دالنسي تكوين خلية اتصال دائم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة التي أعقبت المجزرة الإرهابية بمدينة سوسا هو آخر القرارات التي تشير إلى أصرار الحكومة هذه المرة على منع أي اعتداءات جديدة وتنفيذ الإجراءات المستعجلة فالحرب ستكون شاملة على الإرهاب خلية الاتصال طبعا من مهامة هي ترجمت كل القرارات والإجراءات في إتار استراتيجية اتصالية نحن بسدد واضحة وستوضع قريبا جدا رئيس الحكومة اجتمع غداة الحادثة الإرهابية مع رؤساء الأحزاب لإطلاعهم على الاستراتيجية الحكومية الجديدة لكن مصادر خاصة أوضحت أن الحبيب الصيد اقترح إمكانية أعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد إجراء قد يتوضح بعد اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الأحد بعد كل عملية إرهابية ينادون بغلق أحزاب أو جمعيات وأبعاد ما يسمى حقوق الإنسان عن الوضع العام في البلاد وهذا في رأيه أمر خطير من الواضح أن صانعي القرار في تونس يستعدون لقرارات أكثر جرأة حتى وإن عدها البعض مسا بالحريات المكتسبة لذا تسعى السلطة للحصول على إجماعا وطنيا واسعا لمعاضدة هذه القرارات نحن جزء من الحكومة ملتزمون بقراراتها وإذا كان لنا ما نؤاخذه أو ما ننتقده فعندنا مجالات كثيرة لذلك من خلال لقاءاتنا بالرئيس الحكومة من خلال التنسيقية التي نحن جزء منها تنسيقية الأحزاب المتلفة حتى وإن تم هذا الإجماع فأن سحب الترخيص من أحزاب كالتحرير وأغلاق الجوامعي لن يمر من دون انتقادات ودعوات لتجنب العقاب الجماعي قرارات حكومية وصفت بأغير مسبوقة والهدف منع عمليات إرهابية جديدة فالإرهاب استهدف قلب الدولة التونسية وعصبها مراد الدلنسي تونس الميدين ومن تونس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي نوردين لمباركي مرحبا بك سيد نوردين ومن الكويت أيضا ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي والخبير في مكافحة الإرهاب الدكتور فايز نشوان مرحبا بك سيدي اسمحوا لي أن أبدأ مع السيد نوردين لمباركي من تونس فقط للتعقيب على بعض ما جاء في التقرير الذي عده مراسلنا من تونس فيه كلام أن صانعي القرار في تونس يستعدون سيد الكريم لقرارات أكثر جرأة حتى وإن عدها البعض مسا بالحريات المكتسبة هل نحن في اتجاه أن تذهب السلطات في تونس إلى مزيد من الإجراءات حتى لو كانت على حساب بعض الحريات؟ نعم مساء الخير هو في الحقيقة الحرب ضد الأرهاب بالضرورة ستمس إلى حد ما جانبا من الحريات جانبا من حقوق الإنسان وهذا ليس فقط في تونس نحن ورأينا حتى في بعض البلدان التي تقدم نفسها أن الديمقراطية على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعرضت إلى هجوة الفابية في الحقيقة مست من مجالات حرية الإعلام وحقوق الإنسان اليوم في تونس نحن في حرب حقيقية ضد الأرهاب الإجراءات المعنى أو حزمة الإجراءات التي أعلن عنها البارحة رئيس الحكومة دعني أقول في البداية أن في الحقيقة في أغلبها أو في عنوينها الكبرى هي إجراءات قديمة الحديث عن ضرورة سيطرة وزارة أشهر الدينية وسيطرة الدولة عن المساجد التي هي تحت سيطرة السلفين هذا كلام قديم الحديث أيضا عن خطة أمنية أو خطة استراتيجية لمكافحة إرهاب هذا أيضا حديث قديم الحديث على ضرورة أن بعض الأحزاب يجب أن تحترم دستور البلاد والجانب الديمقراطي والجانب المدني وهنا المقصود أساسا حزب التحرير هذا أيضا قديم ضرورة متابعة الجمعيات وخاصة جانب التمويل في هذه الجمعيات هو جارب قديم أعتقد أن أغلب ما جاء في حزمة إجراءات رئاسة حكومة البايحة هي في الحقيقة إجراءات قديمة اليوم المطلوب تفعيلها ربما قرار اليوم الذي تم اتخاذه وهو تكوين لجنة لمتابعة هذه القرارات هو الأهم اليوم نحن في تونس لسنا في حاجة إلى إجراءات جديدة باعتبار أن هناك حديث عنها خلال السنوات الفارتراب وخلال الأشهر الأخيرة وخاصة بعد كل عملية أهبية نحن اليوم في حاجة إلى أليات لتنفيذ هذه القرارات حتى تتحول إلى واقع حقيقي وواقع منموس شيد نوردين أرجو أن تبقى معي وتسبح لي بالانتقال إلى الكويت مع الدكتور فايز النشوان سيد الكريم بداية الكويت كانت اليوم على موعد مع التأكيد على الوحدة الوطنية التلاحم الذي عكسه هذا يعني عكسته هذه المشاركة الكبيرة في تشييع الضحايا الذين سقطوا أمس في التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق هل يمكن أن نقول اليوم أن دولة الكويت نجحت في امتحان الوحدة الوطنية الذي سعى الإرهابيون ومن يقف وراءهم إلى تفرقة الدولة أو المجتمع الكويتي في البداية نعزي أنفسنا في شهداءنا الأبرار الذي لقوا جراء هذا يعني العملية الإرهابية المكتملة للإرهابان وفق صحيح القانون الدولي وبالتالي هي لا يمكن وصفها بأنها جريمة جنائية أو غير ذلك كما يعني درج وصفه في وسائل التواصل الاجتماعي إنما هي جريمة إرهابية لذلك جريمة من جرائم الإرهاب الدولي التي وضعت أحد صورها أحد الاتفاقيات الثالثة الصلاة في هذا الموضوع اتفاقيات دولية طبعا كذلك طبعا الأمر موصول لإخواننا في تونس وعزائنا إليهم بما فقدوا وبلا شك أن تونس هي قطعة من قلوب الكويتيين بشكل عام ونتمنى أن تكون وتستمر تونس في طمئنان وأمن وأمان ويضيرنا كما ظارنا وضعنا في الكويت ولا نقول ولا لكم مبالغين أو مجاملين إذا قلنا بأن الوضع متساوي الألم في تونس كما هو عليه الألم في الكويت لأن يد الإرهاب واحدة الآن الإجابة على سؤالك هو سؤال جميل جدا وأنا أشكرك عليه لتفضلك في أن يكون بداية لهذه الحوار الواقع أن تنظيم الدولة داعش كان يريد تقسيم المجتمع الكويتي كما قسم المجتمع السوري والمجتمع العراقي إلى كنتونات مذهبية ومن يتبعني أقتله ومن لا يتبعني أقتل كل ما هو شيعي وحتى السنة تمزيقهم إلى فئات ولائية قد فشل فشرا ذريعا بدليل أن حتى الأصوات التي درج عنها يعني علو الصوت الطائفي أو تبني بعض الطرح الضاصل الطائفي وجدناه بأنه لما وصلت النار إلى يعني بيته نعتبر كل كويتي يعتبر الكويت بيته الكامل بيته العام نبذ هذه العملية وسمى القتلى بالشهداء وهذا أمر يعني لم يسبق له مثيل يعني بشكل كامل الأمر الجديد في عملية مسجد الإمام الصادق رضا الله عنه وأرضاه هو وجود سمو الأميرة حفظه الله كأول مسؤول يعني في واقعة الحدث مما ينوم عن أبوية هذا الرجل ويعني رغبته بأن يكون يعني متواجدا عند أبنائه الذين قضوا حتى دخوله أكيد حضرتكم أردت بعض الإشارات دخوله وكانه الأبو المفجوع في أبنائه لم يعني يبادر إلى المحاذير الأمنية لاعتبار وجيه أن تنظيم الدولة داعش كان متعودا أن يقوم بتوأمة الأعمال الإرهابية صحيح لحال ما حصل في مساجد المرقدين يعني المرقدين في العراق لما قتل في البداية أول تفجير القتلى كان أقل من 180 لكن التفجير الثاني الذي أعقبه بعد ساعتين كان الأكبر يعني وصل التفجير كان 1900 وصل الرقم لأن الناس قد تجمعت والحشود قد وصلت وكان معظم القتلى من الأطفال بالمناسبة الأمير حفظه الله تواجد بعد أقل من 50 دقيقة من حادثة الأرهابية بدون اعتبار أمني ويدل على هذه المسألة لا بل إنه وقف اليوم أدراً للمقاطعة وقف اليوم تقبل التعازي طبعاً إلى جانب أهالي الشهداء في المسجد بلا شك هؤلاء أبنائه الذين قضوا أنت لو تقل المشهد الذي دخل فيه الأمير إلى واقعة الجرامية التي تمت فيها العميلة الجرامية تجد بأنه رجل مفجوع ثم أنا أريد يبجب أن أبين هذا المشاهد نحن اسمحني أضل المقاطعة دكتور ثواني مهمة هذه طوال متابعتي للإرهاب والعمليات الإرهابية لم أجد بأن رئيس دولة قد يعني تواجد في معاملة إرهابية بعد أقل من سام حدوثها إلا الشيخ صباحة في ظهر الله ورعاه في رسالة منه أبوية وكأنه يقول بأنه أنا أبو الكويتين بشكل عام الآن هل هناك تداعيات قد تؤثر على الوحدة الوطنية نعم هناك تداعيات قد تؤثر على الوطنية فيما لو استغل هذه الحادثة بعض السياسيين وبعض الأطراف الذين يدون أن يتكسبوا من خلال هذه الحادثة لإذكاء نار الفتنة الطائفية الآن داعش فشلت في من خلال هذه العملية ولكن ما بعد تداعيات هذه الأزمة نحن نريد تأطير هذه الأمر والوقاية منها ومنعها بشكل كبير حتى لا تصل النار إلى يعني انتشار المذهبية وانتشار التمزيق داخل النسيج الاجتماعي اللي أثمت الكويتيين في السابق والآن بأنهم نسيجين غير قابل للتقسيم بشكل كامل على كل حال والأمر يصل أيضا حتى إلى الإخوان في تونس لو سمحت لي فقط لنتوقف مع هذا التقرير الذي وردنا للتو الآن من الكويت التي شيعت كما ذكرنا مشاهدين الكرام شهداء التفجير الانتحاري في مسجد الإمام الصادق تفجير طبعا تبنى تنظيم داعش مواكبة لمراسم التشيع الوطنية والشعبية مع محمد أسود على وقع هذه الهتافات شيع آلاف الكويتين شهداء التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق كبار مسؤول الدولة تقدموا التشيع تلاحم وتماسك أبناء المجتمع الكويتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم فسيح جناته وأن يعوض الأهل الكويت وفود تدفقت من خارج الكويت أيضا وتحديدا من المنطقة الشرقية في السعودية التي شهدت تفجيرين انتحاريين مشابهين قبل أقل من شهر جئنا من منطقة القطيف نواسي أهلنا وأخواننا في دولة الكويت بفقدهم شهداء الصلاة شهداء الصيام شهداء مسجد الإمام الصادق صلى الله عليه لا تزال الإجراءات الأمنية تسير على قدم وساق بحثا عن مطلوبين وعلى رأسهم الشخص الذي أوصل الانتحارية إلى المسجد هناك إجراءات كثيرة أيضا احترازية وقائية ستقوم بها الحكومة سواء على مستوى وزارة الداخلية أو وزارة الأوقاف ويفترض إضافة إلى السلطة إلى الحكومة أن أيضا كل مواطن خفير كل واحد فعلا لازم اليوم حذر العقلاء لا خوف الجبناء الحالات تجاوزت المئة والعشرين مئة وثلاثين حالة اللي وصلت عندنا في المستشفى الأميري بعض الحالات وجهت إلى مستشفيات أخرى استطعنا في البداية أن نحن نفرز الحالات الحالات الحريجة فرزناها وعطيناها أولوية خاصة تم توجيهها إلى العناية المركزة والأغرف العمليات فيما يشيع الشهداء يرقد في المستشفى أكثر من مئة وخمسين جريحا يتجه وضع جلهم الصحي إلى الأفضل إلى هذا المسجد تسلل الانتحاري والمصلون سجود فجر نفسه بهدف الفتنة لكنه جوبها بلحمة وطنية من كافة أطياف المجتمع الكويتي محمد السواد من الكويت الميادين وأبقى في الكويت مع ضيفي دكتور فايز النشوان أعود إليك سيدي كريم وأسأل كيف السبيل إلى التجاوز ما جرى بالأمس من تفجير دام يعني حتى لا يتكرر هناك إجماع شعبي على إدانة ورفض هذه الممارسات غير المقبولة وغير الإنسانية ولكن كيف السبيل إلى التجاوز أو منع حدوث هكذا أعمال خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن عددا من الجرائم المماثلة وقعت في مناطق مختلفة في الإحساء في السعودية أيضا في القطيف سقط هناك عدد من الشهداء أيضا هناك تهديدات من أحد مسؤولي داعش تركي البنعلي البحرين المجرد من جنسيته يهدد فيها دولة البحرين بأن أعمال إرهابية ستقع فيها يوم الجمعة المقبل نعم هو طبعا يجب أن أبين للمشاهد بأن الحادث الذي تم البارح في الكويت حادث المسجد الإمام الصادق هو أكبر حادث إرهابي حصل في دول مجلس تعاون منذ تأسيس مجلس تعاون في العام واحد ثلاثين يعني ستة وعشرين شهيد وفطيس واحد الجمالي القتلى سبع وعشرين هذا يعني أكبر حتى من حادثة الخبر في العام ستة وتسعين فهذا يعطي إشارة بأن الحادث الذي تم هو ليس بالأمر السهل والهيئ نظرا لقوة ويعني كثرة العدد القتلى الذي نحسبهم عند الله شهداء كيف نستطيع أن نحصل أنفسنا هذه المسألة منظومة متكاملة يعني الأمر يحتاج إلى منع ومكافحة ووقاية ليس أمرا واحدا المكافحة ليجب أن تكون أمنية وكذلك المنع لا يكون فقط من خلال يعني المنع المنافذ وغير ذلك أيضا هناك دور أصيل يجب أن تقوم فيه وزارة التربية وزارة الإعلام وزارة الوقاف الجهات المتصلة وذات الصلة في موضوع نشر الوسطية في المجتمع الكويتي وغير ذلك الأمر أيضا مهم جدا أن نعلم بأن الكويت التي تتو قامت بأصدرت قانون يمنع انتشار السلاح وانتهت مهلة تسليم الأسلحة قبل أيام والدولة الآن مقبلة على سحب السلاح بشكل كام بالكويت الآن سننتقل إلى أمر جديد اللي هو منع المنافذ يعني أن يدخلها أي مادة قد تكون جزءا من قنبلة تفجيرية يقوم بها أي تنظيم داعش كان أو غيره المهم الآخر أن المجتمع الكويتي الآن تلقى صفعة من نار من قبل هذا التنظيم الاتحاد الذي كنا نشهد إليه أن يتحد الكويتين تحت بوتقة الوطن ويبتعد أن أي نزعات طائفية أو أي تأثر في أوضاع إقليمية سواء كان في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في غيرها هل ذلك ممكن سيد الكريم دكتور عفوا أذرا المقاطعة هل ذلك ممكن الابتعاد عن النزاعات الإقليمية في ظل الانقسام والشحن وبعض سائل الإعلام التي تلعب دورا في إذكاء النار الطائفية في مفرق أخي العزيز بأن يكون لك فكرة وأنت الآن شيعي وأنا سني على سبيل المثال من حقك أن تكون شيعيا كما من حقك أن يكون سنيا لكن في الليل نجتمع ونجلس في مكان واحد ونلتقي بمودة دون أن أكفرك أو تكفرني أو أقتلك أو تقتلني أو غير ذلك هذه الدعوة التي ندعو يجب أن تكون مرسخة في المجتمع الكويتي هي للأمانة موجودة في الكويت لكن عدم تأطيرها وترسيقها من خلال مؤسسات الدولة بطريقة ذكية وبطريقة مصممة بشكل محترف سيعطي مجالا لبعض الشباب الذي يغرر بهم ويقال بأن هؤلاء يقتلون أخوانكم في العراق أو يقتلون أخوانكم في اليمن والكلام الذي يغرر فيه أو انظر إلى أطفال سوريا إيش قاعد يصير فيهم فهذه المسألة إذا لم تم تناولها بشيء محترف من بعض المختصين في أجهز الدولة أنا أعتقد بلا شك ولا يوجد هناك منع كامل 100% من العمليات الإرهابية لكن أعتقد بأنه ممكن سنقضي على 99% من هذه العمليات أطلنا على ضيفنا من تونس الأستاذ نور الدين أعود إليك سيد نور الدين طبعا تحدثنا في البداية عن سلسلة إجراءات أشرت إلى ضرورة أن تكون هناك آليات لتطبيق سلسلة من القرارات متخذة في الماضي ولكن إذا كان السبيل إلى ذلك ضعيفا ما الذي يتوجب على تونس اليوم أن تقوم به من أجل مواجهة هذه التهديدات والأرجح أنها ليست يتيمة وربما موجودة وهناك قد تكون تهديدات أخرى تتهدد تونس نعم بالضبط في الحقيقة عملية يوم أمس في مدينة سوسة ربما لن تكون هي الأخيرة هناك تهديدات حقيقية تهديدات جدية سواء من ليبيا وعندما تحدث هنا عن ليبيا منزويت تواجد مجموعات الهبية من ناحية أيضا تواجد وانتشار السلاح وحتى عمل عن حدود التونسية الجزيرية وخاصة تمركز بعض المجموعات في ما يعرف عندنا في تونس بمرتفعات جبل الشعابي أكيد أنه الارهاب والحرب ضد الارهاب مزاد متواصلة واعتقد أنه اليوم مكافحة الارهاب يعني هناك مقاربة ضرورية وإنسية وهي المقاربة الأمنية والعسكرية اليوم في هذه الحرب المباشرة هناك دور مهم جدا للمؤسسة الأمنية والعسكرية صحيح أنها تمكنت خلال الأشهر الأخيرة بل حتى خلال السلاوات أخيرة من تحقيق تقدم في هذه المواجهة للارهاب هناك تفكيك لعديد الخلايا وذلك أيضا حجز لعديد مخازن السلاح لكن كما هو معلوم مهما كانت أي منظومة أمنية هناك بالضرورة بعض ثغرات تتمكن هذه الجماعات من تسلل منها وتنفيذ عملياتها مثل ما حصل في عملية يوم أمس هذا الشاب الذي نفذ العملية فالحقيقة حتى لدى الجهات الأمنية هو غير معروف بل أنه حتى في مصقة رأسه في محافظة السليانة هو معروف بالخراط وهنا مكمن الخطر سيد نور الدين هنا مكمن الخطر من يقوم بهذه العمليات غير معروف غير مرصود من قبل أجهزة الأمنية وبالتالي هذا ما يؤشر ربما إلى وجود خلايا نائمة لا تعرفها السلطة هل تعتقد أن ما قامت به الحكومة مباشرة بعد هذا الاعتداء الدامي يوم أمس في سوسة من إجراءات هل أعلنت عن إغلاق عدد من المساجد تهديد بسحب ترخيص عدد من الأحزاب المتشددة هل هذا يكفي ألا يدفع هؤلاء ربما إلى العمل في السر نعم هؤلاء يعملون منذ مدة في السر بالنسبة لإجراءات حكومة كما قلت على الأقل من خلال المعلن هي ليست إجراءات جديدة يتم الإعلان عنها بعد كل عملية إرهابية الإشكال عندنا في تولوس هو كيف نحول هذه الإجراءات إلى واقع المنموس عندما نتحدث على مضرورة حماية المؤسسات والمنشآت ذات حسية يجب أن يكون هناك يعني إجراءات حقيقية وفعلية ليس مجرد حديث وأعتقد أن هذه الجماعات هناك نقطة مهمة أعتقد أن هذه الجماعات يجب أن نعرف أن تشتغلوا في السر وأصبحت وراكمة خبرة مهمة في تجنيد الشباب اليوم هناك مجموعة من الشباب الذين أصبحوا بين ذفرين محروقين أمنيا ربما أصبحت لهم مهام معينة لكن الخطر في هذه الخلايا النائمة وفي كل بلدان هو في حقيقة في تولوس يعني حتى في ليبيا التي تعتبر يعني مؤر من مؤر هذه الجماعات هناك عمليات يقوموا بها بعض الشباب هو غير معروف أمنيا لذلك أعتقد أن هناك مجموعة من المقاربات الأخرى إلى جانب المقاربة الأمنية والمقاربة الأسكرية وهي حلقة أساسية المقاربة ثقافية والمقاومة الطربوية أيضا وهذا هو المهم أعتقد في القدرة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في تولوس لاحظنا خلال فترة معينة أن كلما كان هناك التوتر الاجتماعي كلما كان هناك بين ذفرين حراك يعني اجتماعي مثل ما حصل في الجنوب التونسي خلال الأسبوع الأخيرة هذه النقاط هي تستغل وهذه الجماعات واعتقد أن المرحل القادمة بالإضافة إلى ما تم إعلان عنه من إجرات هناك نقطة مهمة هو إيجاد نوع من التوافق الاجتماعي بين الفاعلين الاجتماعيين في تونس في علاقة بالحكومة هناك مطالب اليوم من الاتحاد لعام التونسي الشغل أفرضت سلسة من إضرابات في قطاعات انتاجية مهمة جدا مما أثر على الوضع الاقتصادي أصبح سيئا في تونس هناك أيضا توتر اجتماعي في علاقة بهذه المطالب الاجتماعية سيد نور الدين يعني معالجة المشاكل الاجتماعية الموجودة في تونس يمكن لها أن تحلل كثير برأيك من المشاكل أن تحض من التهديدات الإرهابية التي تواجهها تونس يعني أن تضع عملية تجديد الشباب ربما أو تحض من عملية تجديد الشباب التي أثارها أيضا ضيفنا من الكويت الدكتور ناشوان نعم هو في علاقة بتجديد الشباب دعا أقول هذا ملف في قدرة هذه الجماعات واستغلال مختلف الوصالة الاجتماعية فضاء التواصل الاجتماعي لكن هناك نقطة مهمة عندما أتحدث أنا عن المناخ الاجتماعي وضرورة موجود سلم اجتماعية هو أنه في كل التجارب هذه الجماعات هدفه الأول خلق حالة من الفوضى في البلدان كلما كانت الدولة يعني غير مستقرة كلما كان الوضع الاجتماعي غير مستقر تتمكن هذه الجماعات ومن أجل خلق حالة الاستقرار هذه اليوم عندما يكون الوضع الاجتماعي في تونس متوتن من مثل هذه الطريقة ولا توجد حالة من التوافق بإمكان هذه الجماعات أن تنفذ مخاططاتها طبعا عندما أقول هذه النقطة لا يعني أن هذه مسألة عامة اليوم لاحظنا في الكويت يعني هذه العملية في الكويت رغم الاستقرار الموجود في الكويت أيضا حتى في فرنسا يعني عملية الجنوب الفرنسي يعني هناك نوع من السقار لكن على الأقل بالنسبة لتونس بالنسبة لهذا التنظيم هو يسعى أن يتمدد وأن يكون له موقع وموطئ قدم كما حصل في ليبيا وكما حصل في جزء من سوريا وكما يحصل في العراق وهذا ما يتطلب وأعتقد أن السلم الاجتماعي وهناك الوحدة الوحدة طبعا ليس في مستوى الخطاب فقط ليس في مستوى البيانات أو التصريحات السياسية إنما يجب أن تكون هناك وحدة حقيقية تتجسد أساسا في هذا السلم الاجتماعي القائف الدول شكرا لك سيد نور الدين أرجو أن تبقى معي أعود مجددا إلى ضيفي دكتور فريز النشوان في الكويت سيد الكريم أثار نقطة السيد نور الدين وهي أن قضية القضية أو التوتر الاجتماعي السيد في تونس ربما يلعب دورا ما إلى حد ما في تجديد أو دفع بعض الشباب إلى التطرف أو القيام ببعض الممارسات هل يعني الكويت وأشار أن الكويت تعيش استقرارا في أكثر من مجال ولكن ترتفع أو ارتفعت في الماضي بعض الأصوات المتشددة إلى حد ما والتي يعني ذهبت إلى حد الغلوب والتطرف في بعض المواقف بشكل كبير لماذا يحصل هذا في الكويت التي كما ذكر السيد نور الدين تعيش استقرارا يعني يختلف عن كثير من الدول والله أعتقد أنه بسبب الترف يعني أنت لما تكون آمن في بلدك وتبحث عن المشاكل وتحاول يعني أقلمة أو جلب المشاكل الإقليمية إلى دولتك هذا من الترف الذي يعتبر البعض بأنه مجرد وسيلة بسيطة ممكن يلعب بها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات أو البيانات وغير ذلك وحشت همم الناس لفكرة طائفية أو اقصاء طائفي أو تمييز طائفي بلا شك أنا أراه من باب الترف يعني الأمني اللي موجود في الكويت كان على الدولة لأن تتعامل مع هؤلاء بحزم القانون ويعني وهم بعضهم قد تم التعامل معهم بحزم لكن بعد أن يعني تفشى هذه المسألة والتندر من قبل جميع الأطراف في المناسبة لا يوجد طرف يعني غير متهم بأنه هناك فيه فيه تحاول إذكاء نار طائفية وتبتعد بشكل كبير عن وسائل يعني الوحدة وكذا فهذا الإجابة أنا أود أن أعلق على كلام الأخ على موضوع داعش تنظيم داعش وتأثيره يعني وتأثيره يعني من خلال قيام بثلاث عملياته بنفس الوقت هذا يدل على أنه تنظيم منظم جدا المهم أن تنظيم داعش الآن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب بدلل حسب ما وصلت المعلومات بأن الشخص الذي فجر نفسه في مسجد العنوس في المملكة العربية السعودية هذا الشخص قد تم تجنيده من خلال تويتر وأخذ المعلومات وأخذ التعليمات من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر هذا يعطينا إشارة بأن أصبحت هذه الوسيلة رغم أنها تعطي للحريات وتعطي جهة معبرة عن وسيلة من الوسائل للتعبير عن الراي وغير ذلك لكن أصبحت مشكلة مثل السكين يعني تتعقد كم التعاون معها بطريقة سلبية ويقتل فيها الناس بطريقة بشعة كما تم في مسجد العنود ومسجد الإمام الصادق وغير ذلك من أماكن الأمر الثاني المحورية استراتيجية هي في الواقع مشكلة الإرهاب في المنطقة الآن أصبح داعش هو الباحث الأساسي للأشهر الإرهاب في دول مجلس التعاون وفي خاطبة دول العربية والدول الإسلامية محاربة هذا التنظيم يجب أن يكون بشكل مباشر بشكل كام أو بشكل تام الآن هناك دول متهمة بتمويل ودعم تنظيم الدولة داعش من خلال الأمة التساهل مع جراءاتها أو التساهل مع التجار الذين يتعاملون معه هذا يجب أن يتوقف ويجب أن يكون هناك صرامة في التعامل مع هذا التنظيم هل يمكن الكويت أن تذهب في اتجاه الدفع من أجل الحد أو على الأقل الضغط على بعض الدول التي تشير إليها من دون أن تسميها سيدي الكريم من أجل ربما وقف غض النظر حتى لا أقول الدعم الذي تقدمه إلى هذه المجموعات المتطرفة ومنها داعش والنصرة لا أشوف أنا نستطيع أن أسميها إذا كان حسب تقديد بروكينج أن 93% من الوافدين المقاتلين الذين يفدون إلى تنظيم الدولة داعش عن طريق تركيا هذا يجب الأمر يجب أن يتوقف الأمر الثاني التجار حتى في النظام السوري يتعاملون مع تنظيم الدولة داعش كحال موضوع النفط والغاز وغير ذلك الذي يتم التفاهم معهم من تحت الطاولة وغير ذلك هذا الأمر يجب أن يتوقف الكويت هل ممكن تقوم فيها الدور؟ أنا أعتقد أن الكويت في نوفمبر الفائت عملت مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب بقصد مكافحة إرهاب داعش وقد نجح هذه المسألة لكن جدية التعامل من قبل وآلت المتحدة في التعامل مع تنظيم الدولة داعش وقصف هذا التنظيم والدخول معه بحرب نوعية هذا لم يتم هل سمعت عن مثلا منطقة الرقة تم قصفها خلال الفترات التي فاتت؟ الموصل هل وصلتك أخبار بأنه يتم قصفها وتدمير الوحدات التي فيها؟ طبعا لا إذن ما الذي قاعد يتم؟ طبعا يقال بأن هناك تخوفات بأن إذا أبدنا داعش قد نمكن الحشد الشعبي الشيعي من الدخول إلى هذه المناطق وبالتالي تحصل مجازر طائفية وغير ذلك كما حصل في رواندا في العام 1994 أنا أستبعد هذه المسألة لسبب وجهه لأن القبائل السنية الموجودة في وسط العراق أعتقد أنها ممكن تغطي أو تكون موجودة في حال ذهاب داعش وانكفاءة ثم أن الشعب العراقي شعب لديه مرؤة لا أعتقد أنه سيكون هناك المذابة بهذه الطريقة الأمر الآخر الحكومة العراقية من الممكن أن تصدر قرار بمنع دخول أي أطراف من أطراف الحشد الشعبي الذي يتهم أفراده بأنهم قدموا يعني يقدموا بأعمال مشابهة لأعمال داعش في العراق والشام فالذلك أنا أعتقد الحرب على داعش هي حرب كلية ويجب أن يكون هناك إعادة يعني قراءة في الاستراتيجية لمكافحة الهاب التي بالمناسبة أقروها في العام في العام 2014 في نوفمبر 2014 في الكويت والتي تم التعرض أمس إلى هذه الدولة ويجب أن يدعت لهذا المؤتمر ويجب أن يدعت في تنسيق وفي ترويج الأفكار وفي ترتيب المسائل لكن الواتم التحدى يعني لم تحقق تلك الإنجازات يمكن لأن المسألة لم تطالحها حتى الآن ما قيل ما قيل عن غزوة رمضان يعني وصفت بغزوة رمضان التي ضربت دولة الكويت لأول مرة لقيت إدانة غير مسبوقة بجديتها في الخليج لكن تغذيت داعش المستمرة ربما حصنته من تأثير الإدانات قاسم عزدي استهداف الكويت لأول مرة بناء على طلب أبي محمد العدناني قد يدل على أن مخاطر داعش تطرق أبواب الخليج في تهديد استقرارها الأهلي أو تهديد كياناتها كما حذر رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة وكبار المسؤولين أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استشعر مبكرا هذه المخاطر عقب تفجير القطيف في السعودية وكان تأثره حاسما في تكاتف الكويتيين أمام محنة الوحدة الوطنية أو في التعاطف الواسع مع الكويت مجلس التعاون الخليجي الذي رأى ما سماه العصبية الأخطر على وجود الأمة باح صراحة بالخطر الوجودي هذا البوح هو كالدعوة للوحدة الوطنية في الكويت وتونس وغيرها يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمواجهة داعش والقاعدة ولسيما أن أثره الطيب قد يمتد إلى الخليج والمنطقة العربية لتخفيف غلواء التحريض الطائفي الذي يقترب من التماهي لكن نمو داعش بتغذية تقاطع المصالح مع تركيا ودول خليجية ربما بات أخطر من أن يؤثر فيه التنديد أو دعوات وقت الفتنة وغيرها الانتحاري الذي قتل ضحاياه في تونس نشر على صفحته صبيحة المجزرة فتوى للشيخ السعودي محمد الاعثيمين بحسب مصادر وزارة الداخلية التونسية ومثل هذه الفتاوى التي يتغذى بها داعش أكثر ما تحصى في وسائل أعلام تغذى في نموه وفي توسعه مما تراه تركيا والسعودية وقطر أولوية مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة بالمال والسلاح والخطاب العرقي والطائفي مواجهة الخطر الوجودي على مستوى المنطقة أولوية الأولويات كما دعى السيد حسن نصر الله ربما لا تحتمل تأويلات لكنها قد تحتمل بحثا في إقفال الأبواب التي ينفذ منها داعش والقاعدة ونعود إلى تونس مع ضيفنا سيد نور الدين طبعا استمعت إلى ما جاء في هذه القراءة السياسية لزميلنا قاسم عز الدين هو يقول أن المشكلة في هذه الفتاوى التي تغذى بها داعش أكثر من أن تحصى في وسائل الإعلام تمويلها هيئات خليجية برأيك وأنت كاتب ومحلل سياسي ونقابي معروف هل تعتقد أن التضييق ربما أو أن وسائل الإعلام إذا ما جرى ضبطها يمكن لها أن تحد ربما من هذا الترويج لهذا التنظيم الارهابي وغيره نعم أكيد يعني الإعلام هو يعتبر حلقة مهمة ومقاربة مهمة في مكافحة الأرهاب وأيضا وخاصة في كشف حقائق وأهداف هذه الجماعات وربما هنا ستحدث عن التجربة التنسية أنه مباشرة بعد 14 جنوبي 2011 كانت هناك مساحة واسعة من الحريات في تونس وهذه المساحة هناك من استغلها بطريقة معينة حتى أنه هناك من سقط فيما نسميه الآن بطبيض الأرهاب يعني من ذلك على سبيل المثال إجراء حديث صحفية مع بعض قيادات أنصار الشريعة وهي قيادات معروفة بتبنيها للفكر القاعدة يعني هناك أيضا حتى بعض التحليل ووجهات النظر التي تحاول أن تجد تبريرات لبعض العمليات الأرهابية أو حتى أن تشكك في بعض العمليات الأرهابية وأن هذه العمليات ليست من تنفيذ المجموعات الأرهابية إنما هي ربما هذا يأتي في طار نظريت المؤامرة ربما هي من تنفيذ بعض أجلس الإخبارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية طبعا مثل هذه الأبكار فالحقيقة لا تساهم في مكافحة الأرهاب إنما بالعكس تساهم في أن يتوسع وينتشر أكثر في هذه الملاد باعتبار أنه يجد من يدعمه حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة لذلك هناك الأعلام هذا اليوم حديث نسمعه سواء لدى الأعلامين أو حتى الهياكل نقبية للصحفين أو حتى لدى بعض السياسين أن الأعلام يجب أن يكون يعني حلقة مهمة جدا في مكافحة الأرهاب من خلال التصدي ومن خلال عمليات الكشف نعم شكرا لك سيد نوردين مباركي أرجو أن تبقى معي أعود إلى الكويت مجددا دكتور نشوان بكلمة مختصرة لو سمحت يعني الكويت الآن ربما أمام منعطف جديد ربما ستعمد إلى تبني مفهوم القوى للتعامل مع الأرهاب لكن سؤالي هل هي قادرة على ذلك باختصار بلا شك الكويت قادرة أن تتعامل بحزم مع كل من يحاول يعني طعن أو مس أمنها هناك فقط أمر سريع على موضوع الفتاوي الذي ذكرها التقرير قد تكون هناك فتاوية ولكن الإشكالية تكون بالفهم في فهم هذا الفتاوي الآن الآية القرآنية تقول ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولاك هم الكافرون فهم هذه الآية تكفر جميع المجتمعات عند بعض الجماعات مثل تنظيم الدولة داعش أما الفهم الصحيح كما قال له عبدالله بن عباس أمر آخر مختلف تماما اللي يأخذونه أهل السنة والجماعة وبقية المسلمين فلذلك أنا أعتقد أن وجوب أن تكون الدولة في السياق الذي تتعامل بحزم مقوة مع الجماعات والتنظيمات والممولة والمخططة الهابية يجب أن يكون هناك وقاية للشباب من خلال حشد الهمة وإيجاد البرامج لإستيعابهم في أنظمة الدولة بشكل خلاق وليس بشكل اعتباطي وسريع شكرا لدكتور فايز النشوان أستاذ القانون الدولي والخبير في مكافحة الإرهاب كنت معنا من الكويت شكرا جزيلا لك سيد الكريم وأشكر أيضا الكاتب والمحلل السياسي نوردين لمباركي وكان معنا أيضا من تونس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن بلاده تواجه تهديدا خطرا جدا وأنه ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة أدعى كاميرون البريطانيين لترقب عدد كبير من الضحايا في هجوم السوسة وأضاف إن البلاد تخوض حربا ضد الجماعات التي تنشر تطرفها المتشدد في عقول الكثير من الشباب في البلاد أهلا بكم من جديد يسود هدوء نسبي مختلف جبهات مدينة درع جنوب سوريا بعد نجاح الجيش في صد الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة على نقاطه أكثر من أربعمائة قتيل وجريح جرى إجلاؤهم إلى الأردن وإسرائيل ودفعت غرفة عمليات عمان بألف مقاتل دون أن يتغير شيء في مصير الجولة الأولى التي كانت لمصلحة الجيش السوري تفاصيل أكثر مع ديمة نصيف تقوم اقتعام عاجز السرع مقاتلون مجموعات المسلحة يحتفلون بوصولهم إلى حاجز السرع السيطرة لم تدوم أكثر من دقائق المحتفلون أنفسهم قتل على الحاجز نفسه بعد ربع ساعة من القتال أتم الجيش السوري مناورة الانسحاب ليحكم كمينه على المهاجمين وهذا كل ما بقي منهم جثة على الحاجز الذي يتحكم بالمدخل الشمالي لمدينة درع مقتلة حاجز السرع ليست سوى نموذج مما كان ينتظر المجموعات التي أرسلتها غرفة عمليات عمان في درع والتي فقدت 350 من عناصر الموجة الأولى من الهجوم ما كان خطرا في هذا الهجوم قد اندحر وانهار إلى غير رجع ما تبقى من مفاعل هذه العاصفة قد تكون حالات تسلق قد تكون محاولات قطع طرق قد تكون أيضا محاولات هجوم لإحداث تبدلات في منطقة علهم يعوض خيباتهم في محيط مطار السعلي أو في القنيطرة أو أيضا يسابق إنجاز الجيش والمقاومة في معركة القلمون اللوحات لا تزال تشير إلى درعا والطريق إلى المدينة لا تزال سالكة بعد 48 ساعة من المعارك العلم السوري وجيشه في المواقع نفسها التي دفع عنها أمام أكثر من 1500 مهاجم من 53 فصيلا في موجة الهجوم الأولى التي تحطمت غرفة عمان أرسلت ألفا إضافية من المقاتلين من الألوية التي تعمل مع الاستخبارات الأردنية والأمريكية فالمصرى في حركة المثنى الإسلامية وأحرار الشام دون أن يتقدم المهاجمون مترا واحدا في عاصمة حوران السورية الأردن بحاجة إلى نصر سياسي ونصر إعلامي لمحاولة يثبت موجودته في مرحلة ما بعد التوقيع مع إيران على الملف النووي الذي سيكون له ارتدادات على المنطقة وكل فريق يحاول أن يصنع أوراق والأردن يريد أن تصنيع ورقة جديدة يفاوض عليها الجيش السوري أرسل مغاويره إلى درعة لتعزيز المدافعين عنها الصواريخ تتجه نحو الأجزاء الشرقية للمدينة وخطوط المهاجمين لا كثافة في القصف فحسب ولكن دقة في الإصابات الدبابات الآتية من الأردن عبر معبر نصيب في مرمى صواريخ الجيش السوري ثلاث دبابات دمرت بالطريقة نفسها على المحور نفسه لا ترق الإمداد القريبة من الأردن ولا التجسس الإسرائيلي الأمريكي ولا الزجب المجموعات الجهادية غير شيئا من مصير الجولة الأولى من معركة درعة التي انتصر فيها الجيش السوري ويستعد للجولة الثانية التي ربما ستكون أكثر كلفة للمهاجمين ديماناصيف دماشق الميادين ومن دماشق ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي تركي حسن سيد الكريم مرحبا بك لماذا فشل هجوم الجماعات المسلحة رغم كل الحشودات ورغم كل الشحن وأيضا خصوصا منه الإعلامي مساء الخير أولا رمضان مبارك على الجميع شكرا لك أخي عماد لماذا فشل الهجوم؟ لأن الدفاع صامد هذا بطبيعة الحال عندما يكون هجوم فهناك دفاع أعتقد أن الجيش العربي السوري أحسن الانتشار على كل المواقع وفي كل النقاط وأحسن أيضا تحصينها وبنفس الوقت أحسن استخدام الأسلحة واستخدم تكتيكات جديدة عندما ذكرتم في تقريركم أن حاجز السرو انسحبوا واعتبروا كمين ثم التف عليهم وقضى على كل المجموعة التي دخلت إلى هذا الحاجز هي تكتيكات يتبعها الجيش الآن لأنه امتلك الخبرة العملية في قتال أولئك الإرهابين ولأنه طيلة أربع سنوات أو أكثر من أربع سنوات أصبح لديه الملكة الكبيرة في معرفة كيف يقاتل هؤلاء وكيف يفكرون وكيف يهاجمون وأعتقد أن الهجوم لم يكن فقط عبارة عن مجموع مشات كما ذكرتم في التقرير هو عبارة عن 1500 وأتبعهم بألف حوالي 2500 إرهابي من مختلف الفصائل بحاصفة الجنوب كان لديهم حوالي 30 دبابة وأربعين راجمة تقريبا وقد ظهرت بعض الراجمات في تقريركم وهذا الأمر يتبع إلى الخطة التي تبعت القوات المسلحة على مختلف الاتجاهات علما أن الهجوم لم يكن في اتجاه واحد لكي يناور الجيش بهذا الاتجاه وإنما كان من اتجاهات الأربعة وعلى خمسة محاور بالتحديد وهذه المحاور استطاع الجيش صد كل الهجمات بدءا من المناولة البعيدة عبر رمايات المدفعية والحوامات والطيران وأيضا بنفس الوقت عبر الاستخدام للدبابات بشكل موضوعي واستخدام الصواريخ المضادة للدبابات وأعتقد أن فضل عذرا للمقاطعة ولكن ما هو هدف الجماعات المسلحة من هذا الهجوم الذي أطلق عليه اسم كبير عاصفة الجنوب وفشل فشلا ذريعا بحسب المعلومات الواردة وتأكيدات الجيش السوري حسب البيان الذي أعلن أول أمس من قبل ما يسمى ناطق باسم عاصفة الجنوب قال أننا نريد أن نسيطر على محافظة درعا المدينة واستكمالا لكل المحافظة ثم الانطلاق باتجاه دمشق لأن هذه المنطقة تقربنا من دمشق نصبح هناك المنطقة مفتوحة من الحدود الأردنية إلى درعا بكاملها وإلى المنطقة الغربية من درعا باتجاه الجولان المحتل وصولا حتى القنيطرة ووصولا أعتقد أنه نشبت معركة وتابعتموها أنتم ونقلتموها في منطقة حضر وبالتالي تصبح دمشق مهددة من الاتجاه سواء كان من اتجاه البادية أو من اتجاه الجنوب أو حتى إذا أمكن لهم لو أخذوا منطقة حضر من اتجاه الغرب لذلك هذه المسألة السيطرة على مدينة درعا كانت منذ أول الأحداث في صلب اهتمام أولئك الإرهابيين وحتى من يشغلهم علما كان مطروح سابقا أن تكون هنا منطقة عازلة أو منطقة آمنة كما كانوا يطلقون عليها وهي مدينة درعا لأن تكون مقرا كما أعلنوا سابقا لهيئة الحكم أو للحكومة الانتقالية أو لحكومة المجلس إسطنبول أو هيئة اتلاف الدوحة وأعتقد أن هذه المسألة لا تزال في صلب اهتماماتهم وسيحاولون وأنتم قلتم هذه الجولة هي المحاولة الأولى هي محاولات سابقة جرات ولكن بظل هذا الإعلان عن عاصفة الجنوب هي الجولة الأولى وستتبعها أعتقد جولات أخرى انتلاقا مما ذكرت سيد الكريم باعتبار أن هناك هدف استراتيجي يتجاوز الإطار الجغرافي وصولا ربما إلى دمشق إذن هذه المحاولة ربما قد تتكرر كما ذكرنا هي محاولة أولى هل من إجراءات وكيف يمكن للجيش أن يواجه هذا الحشد هل تعتقد أن غرفة عمان الموك قد تقبل بهكذا هزيمة هنا صراع إرادات هنا من يملك الميدان غرفة العمليات موك في عمان تخطط للسيطرة وحتى لإسقاط العاصمة أيضا والجيش العربي السوري والقيادة السورية تخطط للصمود ولذحر العدوان بطبيعة الحال وأعتقد أن من يمتلك الميدان هو من يقول الكلمة الأخيرة والأخيرة وبالتالي لا غرفة عمليات موك ولا غيرها تستطيع أن تسيطر على الميدان طالما أن هناك صمود من الجيش العربي السوري وأعتقد أن القيادة السورية والجيش كان لديه علما في هذه الخطة وبالتالي بادر مسبقا لتجهيز المواقع والتحضير لهذه العملية وهذا يدلل على سلاسة قضايا القضية الأولى أن الجيش امتلك إرادة القتال في تلك المنطقة وقد سعى إلى أن يصبت في تلك المناطق وضرب الإرهاب من خلال صموده ودفاعه النقطة الثانية أن الجيش كان على معرفة بأن هناك هجوم سيشن قبل الإعلان عن العملية وبالتالي كان يتحضر لهذه العملية النقطة الثالثة أن الجيش حشد لذلك وأعتقد أنه جرى تعزيز تلك المنطقة وحافظ على خط الوصول إلى الطريق الدولي الذي يصل بين دمشق ودرع من خلال حفاظه على النقطة المهددة في منطقة نامر وقرفة وفي اتجاه خربة غزالة وبالتالي كان لا يزال مستمر في إيصال الإمدادات والدعم اللوجستي لقواتنا التي تتواجد في مدينة الدرع سيد تركي سؤالي الأخير وباختصار له سمحت تقول أن الجيش السوري في هذه المنطقة كان يملك معلومات تشير إلى قر حصول هذا الهجوم هل هذا يعني أن ما جرى ربما في جسر الشغور وأريحة وتدمر كان التراجع للجيش السوري في تلك المناطق كان أساسه نقص المعلومات أنا أعتقد أن ظروف معرك الدرع الآن تختلف عن ظروف معارك تدمر وجسر الشغور وإدليب وقد قلتها على الوسائل الإعلام السورية أيضا أنزاك وتحليل لهذه المعارك التي سبقت وجرت هناك كان ليس فقط ليس نقصا في المعلومات فقط وإنما هناك أعتقد أن بعض القادة لم يكن خطتهم بناجحة وبنفس الوقت التنسيق لم يكن كاملا والظروف التي جرت فيها معركة إدليب وجسر الشغور كان هناك ضغطا قويا من قبل الحكومة التركية عبر الانتخابات التركية لأن يحقق أردوغان نتيجة ما وأعتقد أنها جرت انخراط ودور تركي مباشر في هذه العملية من خلال التشويش السلي الكتروني على الاتصالات ومن خلال قيادة العمليات بصورة مباشرة ومن خلال إسناد الناري ومن خلال تدخل ضباط مباشرة في قيادة العمليات وأعتقد أن أهلنا هناك جميعا يدركون ويستمعون إلى المكالمات التي توجهت غرف العمليات لولاك المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة التي تقول حول تحرك القواتنا وحول الطيران وحول كل شيء وهذا الأمر أصبح معلوما وبنفس الوقت تم تهديد هؤلاء أنزاك بأنه إذا لم يجري احتلال إدلب في تاريخ يوم الجمعة من تاريخ يوم عندما سقطت إدلب سيتم إغلاق الحدود ويتم منع مجموعات الإرهابية من الدخول وقطع الإمدادات عنهم وبالتالي كان عامل محفز لهؤلاء ودفع بأربعة آلاف إرهاب إضافي وفي جسر الشغور تكررت هذه العملية واستخدمت صواريخ مضادة للدبابات في معركة لم يكن في الحسبان أن يستخدم كذلك في معركة الإدلب لوحدها 50 صاروخ ومعركة جسر الشغور حوالي 200 صاروخ ممدال نعتاو شكرا لك تركي حسن الخبير الاستراتيجي كنت معنا من دمشق شكرا لك اليوم الأول من مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني صبغت بموقف فرنسي رفع السقف عاليا ووضع على الطاولة ثلاثة شروط كقاعدة الاتفاق قوي وهي الشروط ذاتها التي يرفضها الجانب الإيراني جملة وتفصيلة تقرير مسعصي مفاوضات الجولة الأخيرة انطلقت من فيينا بلقاء ثنائي بين الوفدين الأمريكي والإيراني وعلى الطاولة ثلاثة ملفات معقدة واجبت حلحالتها إذا أريد لهذه المفاوضات أن تنتهي مطلع تموز يوليو المقبل باتفاق نهائي العقد العصية على الحل تتمثل أولا في آلية رفع العقوبات وتدرجها بالنسبة للجانب الغربي أو تزامنها مع التوقيع بالنسبة للجانب الإيراني تضاف إلى ذلك عقدة تجميد الأبحاث والتطوير ومراقبة المنشآت العسكرية أعتقد أن الجميع يود أن يرى اتفاقا لكن علينا أن نعمل على بعض المواضيع الصعبة علينا العمل جديا لنحقق تقدما ونمضي إلى الأمام نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا لنحقق هذه الخطوة الهامة كل شيء كان متوقعا إلا أن يأتي لوران فابيوس ويرفع الصقف عاليا تحديدا بالنسبة للعقد الثلاث نعتقد أن هناك ثلاثة شروط ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق قوي مع إيران الأول هو تحديد دائم لقدرة إيران النووية في الأبحاث والإنتاج الثاني القدرة على التفتيش الدائم والدقيق للمنشآت الإيرانية بما فيها المنشآت العسكرية إذا كان ذلك ضروريا والشرط الثالث إعادة طلقائية لفرض العقوبات في حال أخلت إيران بتعهداتها الجانب الإيراني وضع شروط فابيوس الثلاثة في إطار محاولة إفشار العملية التفاوضية برمتها ما قاله وزير الخارجية الفرنسية تعارض مع الخطوط الحمر التي حددها القائد الأعلى السيد علي خامنئي وعلى فرنسا خلال الأيام المقبلة من المفاوضات أن تغير موقفها وإذا لم يحصل ذلك فإن المفاوضات ستسير إلى الفشل أوساط غربية متابعة للمفاوضات أبلاغة الميادين بأن رفع السقف الفرنسي في معظمه يأتي من ضمن حملة إعلامية قبيل بدء العمليات التفاوضية وهو رسالة إلى حلفي باريس بأن فرنسا تحاول منع التوصل إلى الاتفاق مع رفع السقف الفرنسي بات الاعتقاد السائر بصعوبة التوصل إلى الاتفاق ضمن المهلة المحددة أي بعد أسبوع من الآن واقعا إلا أن التأكيدات الأمريكية والإيرانية تصر على الالتزام بالمهلة المحددة أو مع بعض الأيام الإضافية موسى عاصف فيينا الميادين